كيو بيز 14 نازل نفسك تستخدمه مش عارف تبدأ منين ما بتعرفش أصلا تستخدم كيو بيز طبعا انا جاب لكم هداية طبعا نتفرج على الدرسين دولت من قناة صديق ليا اسمه واسيم عبدالهادي هو قدنا الدرسين دولت ننزلهم عندنا في القناة لو عجبكم تشرح طبعا تروحوا تعملوا تفولو لكل أكاونتات واسيم وتعملوا سبسكرايب في القناة بتاعة اليوتيوب وتقدروا تشوفوا الكورس بتاع الكيو بيز كامل عنده ما تيجوا نتفرج الدانا فيديوهين الفيديو الأول عن الصيد شين والفيديو التانا عن حاجة اسمها إكسبريشان ماب اللي من خلالها تقدر تستخدم الكيو بيز وطلع العصر بتاعك يبقى حقيقية أكتر وأشبه للآلة والروح الحقيقية بتاعة الآلة يلا بينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات كورس الكيو بيز هنتكلم عن النهاردة هنتكلم عن التايتشين إزاي نعمل تايتشين ما بين تركيين جوه الكيو بيز طيب خلينا نفهم الأول هو إيه التايتشين التايتشين طبعا المهندسين الصوت حيكونوا فاهمينه إن أنا دلوقتي حديدي تراك مسلا زي البيز والكيكا مثلا تراكيين دولة عايز البيز يضغط لما الكيكا تلعب يعني مثلا حامل معناها ما بين الكيكا والبيز معناها إيه إن أنا دلوقتي لما الكيكا بتلعب البيزا يغطي عليها فانا أخلي مش عايز البيز يبقى مضغوط على طول لا عايز البيز يدغط لما الكيكا تلعب الدور بدأ افتح الانسرت كده وحط عليه الكمبريسور بتاعي نجيب مثلا ديناميكس نجيب ده خلاص وابتدي اعمل من هنا كده اكتيفيت سايدشين خلاص وابتدي من هنا اللي هي الستنج دي اقول له اد سايدشين سورس واختار الكيك خلاص بس انا كده عملت سايدشين بس هو طبعا اللي هو الفاف فلتر لازم اعمله من هنا كده اعمله اكسترنال يعني اللي تحركوا حاجة اكسترنال مش انترنال حاجة خارجية وامعمله كده خلينا نسمع مع بعض كده عملنا سولو على الاتنين عشان نبتدي نسمع الكمبريسور بتاعنا بيعمل ايه هنلاقي ان طول ما الكيك بتشتغل مع البيز البيز بيتضغط يعني الكمبريسور بيشتغل اول ما الكيك بتبتيج تلعب يقوم الكمبريسور ضغط البيز خلينا نشوف لو عملنا ميوت كده للكيك حنلاقي الكمبريسورة بيتضغطش عندنا عملناها سولو يعني شغلناها معم اول ما نشغل هنلاقي بيتضغط البيز هنا. طيب ممكن اعمل ما بين تراك وما بين كزا تراك? اه طبعا. ممكن في افكار كتيرة في ده بتتعامل مثلا ما بين ان انا ممكن اعمل او جروب للتراكات كلها واخليها تتضغط لما الفوكال يغني وهكزا يعني في افكار كتيرة اقدر ان انا هنا هم اعمل اد سايتشين سورس واضيف السورسز زي ما انا اه ده كده بكل بساطة موضوع السايتشين من الاول الاخر انهارده هنتعلم ازاي ان اعمل الاسبريشن ماب بتاعنا او الارتكليشن او الساوند فاريشن ليها مسميات كتيرة لكن هي في الكيو بيز هنا اسمها اختصارا كده هي معناها ايه ان انا دلوقتي عندي مثلا قيلة زي الجيتار ده بتلعب كزا مختلفة بتلعب بطرق مختلفة بتلعب بتنوع مختلف يعني انا لو دوست هنا كده هيبقى بيلعب بطريقة الساستين لو دوست هنا مثلا هيبقى بيلعب ناتشرال هارمونيكس دوست هنا هيبقى بيلعب ميوت كل طريقة من دولت مش لازم انا اقعد اعملها قبل ما انا العب او احط ايدي الشمال مثلا هنا والعب في الجزء ده طبعا في حالة الميدي كنترول صغير بيبقى الموضوع صعب جدا طيب في حاجة اسمها اكسبريشن مايب بتسهلي الموضوع ده جدا طيب يلا بينا نعرف بنعملها ازاي هي بتاخد كام خطوة لكن احنا في الاول بنعملها مرة واحدة وبنسايفها عندنا وخلاص بقى هيبقى الموضوع في اي مرة بنفتح الكيو بيز نقدر نستخدمها على طول طيب يلا بينا نبدأ على طول كده هنبتدي اول حاجة نفتح هنا الاكسبريشن مايب خلاص هنلاقي مفيش طبعا حاجة فنبتدي نعمل اكسبريشن مايب سيتاب ونبتدي نكاريت واحدة جديدة خلاص هنعمل هنا ونعمل اسمها اسم بتاع الاكسبريشن مايب للامبلجيتار فنبتدي نحط هنا كده اول استوات عندنا نشوف بقى ده اصلا فين ده مكانه هنا اللي هو السي زيرو هنلاقي مكتوب عليه كده هنا ساستين سي زيرو طيب نكتب له هنا كده سي زيرو نعرفه مكانه ونكتب له اسم ساستين ونبتدي نعمل من هنا كده نفس السي زيرو اللي احنا حطناه هنا اللي هي الاوتبوت مابينج ونبتدي نعمل ارتكريشن هنا ونعمله ايد كاستم ارتكريشن وناخد نفس الاسم اللي احنا عاملينه هنا انا غدا كابي نقوم عاملين هنا تاكست ونقوم حطينه ونعمل ده ديركشن بس كده احنا خلاص عملناه نبتدي نعمل اللي بعدها ده بعدها اسمها ناترال هارمونيكس مثلا في السي شارب زيرو اوكي ناترال هارمونيكس ونبتدي نحطها هنا سي شارب زيرو نقول له ايد كاستم ناخدها كده كوبي احطها هنا طيب اللي بعدها ايه اللي بعدها اللي هي الميوت مكانها الدي زيرو خلاص ونبتدي بقى نعمل على كل حاجة من الحاجات دي نفس الفكرة كده يعني نبتدي نعمل الارتكليشن على كل حاجة عندنا وخلاص نبتدي نقفل ده من هنا كده ونقفل ده بس من هنا كده لازم نختار اللي هي الأمبل اللي فيه هنلاقي زهر عندنا كده الحاجات اللي احنا عملناها طيب يلا بينا نسجل حاجة ونشوف بنعملها ازاي نبتدي نضغط double click كده عليها هتبتدي تظهر لنا بالشكل ده كده لو مش زهرة او زهرة كده اللي هي الفلوس دي نقدر نجابها من هنا ونقوم عملين ارتكليشن خلاص هتظهر لنا الحاجات اللي احنا عملناها نبتدي نختار الدرو اللي هو ده وخلينه نكبر شوية ونتبتدي مثلا احنا الجزء من هنا الهنا عايزينه مثلا يلعب ساستين اوكي عايزين هنا كده مثلا هارمونيكس نبتدي نكمل ده نقدر نعملو في اي حاجة موجودة عندنا الجيتار ده كميسايد يعني احنا لو جيبنا حاجة زي كده مثلا وجيبنا مثلا طيب هنجيب ده كده مثلا خلينا برضو ناخد مثال تاني عليها عندنا مثلا هنا طيب خلينا احنا دلوقتي مش عارفين مثلا الاماكن ده فين نقدر نعمل ايه هنفتح مثلا كده هنلاقي ايه اللي هي C0 دي مثلا اسمها ساستين فيبراتو طيب احنا مش عارفين اماكنها فين نتدي ندوس كده مثلا هنا اوكي رسمنا جزء فاضي هنا عشان نفتح بس منه الكي ايديتر بتاعنا ونتدي ندوس مثلا هنا كده ده ستنا هنا ده اللي هو سبيكاتو احنا عايزينها اول واحدة اللي هي C0 طيب يبقى احنا عارفنا المكان بتاعنا فين اللي هو الساستين فيبراتو اللي هو C0 نتدي نفتح من هنا كده ونعمل خلاص سنعمل واحدة جديدة بقى ان اسمها كريس هاين انسامل مسك ونتدي نعمل كده C0 اسمها ساستين نعمل هنا كده اللي هي C0 في الاوتبوت ونبتدي نحط هنا كده ونبتدي نكتب هنا كده text ونكتب ساستين ونعمل دي كده direction وخلينا ناخد حاجة كمان اللي هي دي مثلا هاين خلاص ونبتدي نسجل حاجة هنا كده بس طبعا قبل ما نسجل لازم نعرفه او يعني بعد ما نسجل مش هتفرق بس لازم نعرفه ان هي دي هنا كده بس طبعا نبتدي نشوف بقى هنعمل ده ازدي نجيب نبتدي نقول له الحد هنا كده مثلا نبتدي نقول له الحد هنا كده مثلا سستين ونقول له من أول هنا كده يبقى في زي كده مثلا نقدر بقى نستخدم ده فان احنا نعمل كل الارتكليشن اللي معانا هنا اوكي نقدر نعمل لها بريسيتس هنا نقدر طبعا نفتح دي كده نكبرها من هنا ونختار بقى الجزء اللي احنا لعبينه فين ونعمل الحاجة اللي احنا عايزة نخلينا نجرب تاني كده دي فكرة الارتكليشن ماب بكل بساط فنقدر نعمل البريسيت بتاعنا ونقدر نسايفه عشان ما يتمسحش يعني هنخليه كده نقدر نعمل له سيف كده ونسايفه في مكان بره مثلا نقوم حطينه عامل له سيف في اي مكان بره بحيس ان احنا نقدر نعمل له لود بعد كده من هنا كده نقدر نعمل له لود وندخله معنا على طول بدل ما كل مرة نعمله هنعمله مرة واحده لخلاص هو يبقى موجود معانا على طول اشوفكم الفيديو الجايين سواء الله لو عجبك الفيديوهين اللي فاتوا لازم تشترك في القناة بتاعات واسيم وما يدورش برضو لو اشتركت في القناة بتاعاتنا اشوفكم فيديوهات جديدة السلام